موسيقى إنما يتعرض له شعبنا من قتلاً وتدمير يفوق طاقة البشر ماذا تنتظر أمريكا أمام ما يجري من إبادة جماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة ألا يكفي ما سفك من دماء الأطفال والنساء والشيوخ حتى تصحوا ضمائر العالم الرئيس بايدن أدعوكم بكل صفاتكم الرسمية والإنسانية بأن توقفوا هذه الكارثة الإنسانية بل هذه الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الأبرياء والتي لن يبرئ التاريخ أحداً منها وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة لا بد من وقف هذه الحرب فوراً كيف تكون حرب الإبادة هذه دفاعاً عن النفس كما يقولون ويدعون إنها في الحقيقة جراء محرب تستوجب العقاب كما أنني أدعوكم أيها الرئيس بايدن للتدخل العاجل أيضاً لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والذي ينظروا بمفجار المشيط ترجمة نانسي قنقر